إلى ييني شفق أردوغان يقول سوريا أصبحت بؤرة للتنظيمات الإرهابية شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أن سوريا أصبحت بؤرة للتنظيمات الإرهابية جاء ذلك خلال لقاء مباشر على قناة TRT الحكومية أشار فيه أنه تشاور بالتفصيل مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين والإيران إبراهيم رئيسي حول الجوانب المختلفة للصراع السوري في إطار قمة أستانا الأخيرة وأكد أردوغان الأهمية البالغة لمسار أستانا والاستمرار في التنسيق والتعاون بينهم من أجل حل سياسي هناك وقال إن مكافحة الإرهاب كانت على رأس المواضيع التي تم بحثها خلال زيارته الأخيرة لإيران مبينا أصبحت سوريا بؤرة للتنظيمات الإرهابية لذلك على إيران وروسيا اتخاذ موقف حيال سوريا وخاصة في غربي وشرقي الفرات حيث إن تنظيم YBG BKK يواصل هجماته على المدنيين وعلى تركيا ونقلت لبوتين ورئيسي تصميما على مكافحته خلال تلك القمة بحسب قول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان